موسيقى او جي اشرق جي اشرق جي او جي ما وروح او جي اشرق صورنا ومشي او جي اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم الحمد لله اشتركوا في القناة 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 سد السلسل نبي نسرك على الجامعة صار موقف قالوا لي مرة قال لك وقت في مجموعة حاولت تسرك الجامعة الغفير يضبح الغفير كيف صارت هذه الغفير ولع في الفجر ولع اللذع قام يضبح يا حمال مصول ها 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 قال الله أقبل يا عفو ما لم يسرى يا احمد الفصولية قلك جاين هادين عليه يبي يخشوا الجامع اللاي شباعة بيخوا بوما هي شارفجر قال لك اللي افتاح الماء يقبلها الحله يا أحمد الفصولية المسجد حيتسرق يا عمك سيد الله رحمة الله الله يرحمه الله رأوا نقولكم حاجة قمزنر وضحكنا ونكت وكذلك لكن هناك أشياء ما يقولون طبعاً الوقت لا يسعفناش نحن معكم فأنا بإذن الله أنا أشكت على حاجة واحدة بس على غضيب الوالدين غضيب الوالدين لا تجاورة لا تناسبة لا تبشي معاه أنا وكان لك تجاري هذا غضيب الوالدين والذي بجنبيه نبيحة بالله الله الله الرسول لتك مات ومصلش على غضيب الوالدين نصيحة هذه نصيحة إدفانسة لك 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 هذه نصيحة لك على طرح هذا لا تناسبش غضيب الوالدين لا تقرباش لا تناسبش ولا تناسبه لا تناسبش حتى مسلمش علي تم بكروا تم الموضوع حيو كاميرا قول كل سنة طيبية اللي يخدك اللي بيه شو تقولهم في الشهر الرمضان المبارك يا سيد إن شاء الله يعد علينا جميعاً بالخير والإصلاح ونصر المسلمين الله يبارك ونحن إيماننا قوي بالله سبحانه وتعالى وليصرنا هذا امتحان لا زعل من قضاء الله أيو الله الإنسان ما يزعلش من قضاء الله لأن الله سبحانه وتعالى يقوله وما ربك بظلامة للعبيد هو هذا ما يظلمش العبيد لكن هذا امتحان ونحن صبرين على امتحان الله سبحانه وتعالى طبعاً كلكم تابعتوا حلقة البطل عز المرجاوي البطل هدايا اللي أعطانا كلنا درس بكلمتين اتفاجأت أنا بهم كنت نحاول إن إحنا بنديروه فيه مخلب كنا واخدينه لمبنى الضمان الاجتماعي إنه بنديروه فيه مخلب إن إحنا بنطلبه وليمة وبناكله وبنشربه وبننوضه وبنخلوه بروحها وطبعاً مشوفوا إحنا الكوميديا أو الطريقة اللي يتكلم بها عزه كيف بيجوه يطلبوا منه الفلوس بيقولوا لا أنت ما نعرفوكش اللي أنت لك فيتناقل حديث في الطريق كنت خلي نسع له بعض الأسرة باش تمشي ونجربوه فطبعاً كيف اسألته وقيت لك شير رايك إن إحنا نعرضوا عليك الجنسية الإسرائيلية ونعطوك فلوس إحنا فاجأني وكلكم شفتوا ومعاش قدرت الرد عليه وغير لي الفكرة في لحظة مرت عليا كيف بكيت مرت قدامي ستة سنوات علاش كليبيين كنا ما نكونوش زي هالطفل هدايا كلنا كان كنا زي هالطفل هدايا ما صار فينا هاللي صار عموما تعالوا شوفوا شان صار ما بيش نكتر عليكم مبارك الله في كل من وقفه معاه مبارك الله في كل من حس به وكل من تفاعل معاه ربي يعفوذكم وهذي الليبيين الحقيقيين وإحنا رانا زي ما قلنا الشعب طيب راهوا العرق 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 متاعنا عرق أبيض والله العظيمة نرضو في بعضنا بس الله غالب عين إن شاء الله ربي يفرج علينا وتعالوا شوفوا حلقة أو لقطات من حلقة عز المرجاوي إذن نحن الأربعة الآن سنقولوا كلام فيما بيننا ونريد منك الموافقة ما رأيك عن تأخذ الجنسية الإسرائيلية تتخلى عن جنسيتك الليبية وتأخذ جنسية إسرائيلية نعم سنعطيك أموال نعم تحب ليبيا إسرائيل يهودية لا تريد كيف ما تريد أنت رجل لك حرية مطلقة لا تريد إسرائيل نعجل إن شاء الله الله أَلّه الله الله حتى ومعطيناك دولار لا مستحيل مستحيل سيبلي بي بسنامنا ولدت فيها درس درسي بالدرس طيب نخليكم مع بعض اللقطات من بعض الحلقات متنوعة وإن شاء الله يا رب نتلاقوا على الخير وكل سنة والطيبين وكل عام تبخير وإلى اللقاء مع أشرف خلي ما بيش نقول لكم مع السلامة كاميرا خفية كاميرا خفية لا 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 كاميرا جنويات أريد جنويات أريد جنويات تقامل يا راجل مندي ليش حتى نعب ايضا لا 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 أنا أقول لك الحقيقة كاميرا خفية تبقىش المشكلة لا يا رجل اشتركوا في القناة